بمتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية تواصل المحافظة تعزيز الجهود الاحترازية وتدابير السلامة وفق أعلى المعايير كما تستمر في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية ضمن حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية تواصل المحافظة في تعزيز الجهود الاحترازية في المبنى خلال استقبال المراجعين والعملاء وتعزيز تدابير السلامة في بيئة العمل من خلال توفير أحدث الأجهزة الاحترازية اللازمة والتشديد على لبس الكمام ومراعاة التباعد الاجتماعي وفق على معايير الصحة والسلامة هذا العام قدمنا العديد من القنوات الهامة والخاصة التي تعزز من دور التحول الرقمي في جميع المعاملات الإدارية وكذلك التواصل مع المواطنين وكذلك حققت المحافظة الجنوبية وحازت على العديد من الجوائز منها جائزة التميز في التواصل مع العملاء للعام 2020 وكذلك إقامت أكثر من 76 فعالية افتراضية وهذا الشي يدل على تعزيز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في إقامة الفعاليات الافتراضية تم إطلاق المكتب الذكي ضمن حزمة غنوات إلكترونية أخرى منتصف العام 2020 كأحد الغنوات لتعزيز وتطوير منظومة التواصل مع الأهالي وتوفير الخدمة الإلكترونية الذاتية للتواصل حيث يتيح للمراجع الحصول على كافة خدمات المحافظة في كافة المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية بسهولة ويسر وتعزيزا لمبدأ التباعد الاجتماعي حرصت المحافظة على توفير أحدث الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والموظفين وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وفق أحدث التقنيات المستخدمة في تطبيق التدابير الاحترازية كذلك تم توفير أجهزة كوشف الحرارة والكموم الإلكتروني أيضا تم توفير أجهزة التعقيم الإلكتروني في مقر المحافظة وذلك لتعزيز الوضع وتعزيز الوعي الصحي للموظفين داخل مقر المحافظة كما تواصل المحافظة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة وأسلوبها الرائد في التحول الإلكتروني كالمحادثة الفورية في تطبيق الجنوبية والموقع الإلكتروني ومنصة التواصل والمجلس الإفتراضي وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومتابعة رصد احتياجاتهم وتبني المبادرات التنموية في مختلف المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وإرساء دعائم الأمن بين كافة أفراد المجتمع بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية